السلام عليكم ازيكم يا اصحابي عاملين ايه يارب تكونوا بخير تيجو بينا نفتكر المرة اللي فاتت اخدنا ايه اه اخدنا حركات حرف الطاق طا طي طو طاق سكون يلا بينا نشوف مع بعض اشكال حرف الطاق يلا بينا ايه حرف الطاق عندها اشكال ايوه عندها شكل في اول الكلام بيكون فارد ايد وحدة بيكون شبه حرف الطاق اللي احنا عارفينه بس عنده خط طويل على السطر الخط الطويل ده يا اصحابي علشان نمسك فيه ايد الحرف اللي بعده زي كلمة طاووس طاووس شايفين يا كيجي حرف الطاق مسكة في ايد حرف الالف ازاي؟ طا طاووس يبقى الطاق في اول الكلام بتكون فرد اديها عشان تمسك ايدي اللي بعديها وفيه كمان يا كيجي طاق في وسط الكلام في وسط الكلام بتبقى فرد اديها اللي اتنين زي حمامة بجناحين بتمسك ايد الحرف اللي قابليها وإيد الحرف اللي بعديها زي الطاق في كلمة قطن قطن شايفين يا كيجي صورة القطن؟ القطن ده يا كيجي شايفين حرف الطاق؟ ماسك ايد حرف القاف قطن وماسك ايد حرف النون قطن بيمسك ايد كل الحروف اللي بتجي قابليه وإلي بعديه يا اصحابي وكمان يا كيجي عندنا الطاق في آخر الكلمة شايفين يا كيجي بيكون ماسك ايد الحرف اللي قابليه شايفين شايفين الشرطة اللي جاية من قابليه وبيكون واقف في آخر الكلام زي كلمة بط بط حرف الطاق ماسك ايد حرف الباق الباق بس ما فيش حاجة بتيجي بعديه فبيجي في آخر الكلام فارد ايد واحدة بط يلا بينا نحل تمارين مع بعض طاق طاق كسرة طاق سكون طاق فتحة طاق ضمة طيب اول صورة عندنا صورة ايه؟ طيور طيور طيب انا بقول طو طو يبقى اوصلها بطاق ايك هيجي ممتاز طاق ضمة طو طيور طيب تاني صورة يا كيجي طاووس 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 طا يا كيجي يبقى على راسها ايه؟ ممتازين فتحة طاق فتحة طا طاووس طيب وإن اللي بعدها يا كيجي سورة ايدي؟ طفل طفل الطاق تحتيها ايه؟ كسرة برافو طاق كسرة تي طفل برافو هوصلها بطاق كسرة وآخر سورة سورة قطن قطن برافو حرف الطاق على راسه ايه؟ سكون علشان كده قبليه حرف الكاف ضمة حرف متحرك قطن قطن ممتازين يا كيجي عايزاكم تكتبوا مع ماما حرف الطاق في أول ووسط وآخر الكلمة ونحل مع بعض تمرين ونبعتوا للمس باي باي اشتركوا في القناة